بس الرفض ده ما كانش بس من عائلتك في البداية ده برضه كان من صحابك لان انا مرة كنت انت بتحكي بتقول ان حتى صحابك كانوا بيقولوا ان انت بتعمله يعني انت ماشي ضد الطيار الناس بتعمل دلوقتي الفوتوشوب وبتصور بالالوان وانت راجع لسكة مختلفة تماما انا مكنتش بصراحة بحس انها يعني حرب قوي بحس ان هم يعني معزولين يعني مش فاهمين انا بعمل ايه وكنت لسه اول واحد بعمله ان انا كنت زي ما تقولي رافد الفيلم الالوان رافد تصوير الحديث ايام دلوقتي بنصور ديجيتل اياميها بقى في التسعينات في اول التسعينات 92 بالزبط كان الماسكولا بصور الالوان من سنين يعني فانا كان حبي للافلام القديمة للصور الفتغرافي القديمة للافلام التكني كالور اللي ما تلونها يدويا والافيشات اللي في الشوارع اللي كانت تترسم وتتلون كان فيه راونة قيدة وكان فيه سحر انا كنت بحب السينما جدا ولما زلت بحب السينما وفي مصر كمان يعني بلدنا الحمد لله بيعتبروها هي هوليوود على النيل زي ما بيقولوا هو اللي حببني فيها ان اكتشفت فكرة الموت عن طريق السينما كنت طفل مش فاكر اربع خمس سنين وبتفرج عالتليفزيون وعمال باسأل ماما طول الوقت مين ده ومين دي وهم فين ورحوا افلامت عالت زمان يعني فكان اكتر الوقت الرد ان هما كلهم ماتوا كانت تقولي كده كلهم ميتين فكان شاك بالنسبة لي يعني كانت صدمة ان انا اكتشفت ان كل الناس اللي بحبهم دول عبارة عن اموات شكلهم حلوا لسه بنحبهم لسه شايفينهم ففكرة الوقت وفكرة ان الكاميرا دي اختراع الوحيد اللي قدر يعني ياخد اللحظة ويحتفت احتفزي بيها وتفرج عليها بعد تلاتين اربعين سنة خبسين سنة ميت سنة وتشوفي الناس كانت عاشة ازاي كانت بتتكلم ازاي ففهمت قوة الصورة يعني فهمت فكرة الكاميرا وقوة الصورة من سن صغير قوي فحبيت ان انا اكمل في ده يعني حبيت ان انا اشتغل ده حبيت ان اصور الناس اللي انا بحبهم قبل ما يموتوا او قبل ما انا اموت يعني ففكرة الموت وفكرة الوقت اللي هو مش ملكنا دي حاجة خليتني يعني بشكل شخصي عايزة بقى فنان واشتغل في التصوير وعمل افلام وكده يعني بتقوم الموت والاختفاء بانك بتجمده من خلال الصورة ايوا ايوا وطبعا فكرة الحدوت يعني بحب احكي دايما قصة عن طريق الصورة وسعب تبقى صورة واحدة وسعب تبقى كذا صورة لو انا في الصورة طب الصورة دي حتقول ايه مش مجرد صورة وخلاص يعني بس انت يوسف برضو اكتشفت اولجاة تكنيك كان اختفى واقعدت احياؤه بشكل جميل ورائع ومبهر ايه اللي خلقت التاجه الاتجاه دا انا حبيت دايه بقى انا احكيلك من الاول ايوا من الاول ايه نرجع للأول احنا عندنا في البيت صور لعيلا كلها والدي والجدودي وكده ابيض واسود متلونها فكنت دايما بحب الفكرة دي بحب فكرة انه يبقى فيه صورة هي مش بس صورة هي برضو تعتبر لوحة وتحس انها مرسومة بس هي اصلها صورة يعني المسجب يا بنت دا ودا حاجة انا شخصيا حبيتها جدا يعني فتتلف على الاستوديوهات في وسط البلد واسكندرية وروح تحدد في مصر يعني عمري محتوى بلكده انا باسأل مين الناس اللي كانت بتلون يعني عملت تحريات يعني فلاقيت في مصر في القاهرة يعني ولقيت في اسكندرية وعدت معاهم ولقيت ان كانت يعني حالتهم مادية صعبة جدا وخدت دروس خصوصية معاهم بادفع يعني انا ادرس معاهم يعني فكنت اصور الصورة واروح ولونها وطبعا جددت على تعلمته وطورت فيه يعني فكان مهم بالنسبالي ابص للماضي يعني ابص كان بتعامل ايه قبل كده عشان يعرف مفروض نتجه فان فالحمدلله يعني دي حاجة كنت مؤمن بيها واصريت ان هو ده بس اللي عايزة واريه ورفضت شغل كتير لما قالوا لا عايزين الوان بس او عايزين كذا فقالتهم ده اللي انا بعمله يعني ما بعملش حاجة تانية